موسيقى 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 سيمرشيد اليوم التحالف تعمل دير الداربيده اختار النائب العاشر بعدها يعني انتظار طويل جدا يعني كيفاش قدر صوت التجاوز موسيقى اولا بعد استقالة الدير الاخ كاميل توفيق ماكناش متسرعين باش نتصوط على النائب العاشر واللي كيف قلتوك كانقول دائما نحنو حزب حي حزب منضم حزب عندو حرياترأي ولكنهو ينضبط فالاخير اليوم بعد التوافق تمكننا باش نسوطع الأخ شافق كنائب عاشر واليوم هذا درس ليما كيقدموا التحالف الرباعي دي المدينات الدار البيضاء مرة أخرى بأن البيضويين مخطؤوش فاشعطوا لهذا التحالف إمكانية دي لتدبير مدينات الدار البيضاء لرغم اختلاف المشارب دي لهم ولكنهم يتفقون على مسألة وحيدة هي مسألة دي الصالح العام مصلحة مدينات الدار البيضاء لأنه بطبيعة الحال كيكون هناك اختلاف ولكن كي نعرفوا كي باش ندبروا اختلافنا ومن اللي كتوصل المحطة الأساسية كنكونوا موحدين فيها إذا اليوم كي شفتوا كان عرس ديال الديمقراطية عرس ديال التضامن بين الأحزاب المشكلة للتحالف المدينات الدار البيضاء وهذا كي يبرز مرة أخرى بأننا هذه مرحلة من المراحل لأن الهدف الأساسي ليس هو انتخبوا النائب العشر لكن الهدف هو ما سنقدمه المدينات الدار البيضاء لأن ما يهموا البضوية لما يهموا شكل كان نائب وشكل ما كانش نائب هذه مسائل تنظيمية ولكن لماذا الانتخاب هو الأساسي لأنه اليوم يحمل البرامج كبيرة اللي يمكن تعرفوا مدينات الدار البيضاء واللي سطرها مكتب ديال مجلس المدينة واللي خصها يتعاون عليها الجامع وفعلا نحن في حاجة إلى شخص بحاس شافق بتجربة تدبيرية دياله واللي هذي يكون إن شاء الله إحدى المكونات المساعدة على إخراج المشاريع بمدينة الدار البيضاء تقول يعني بعض الخصوم بديكم تقول بأنكم اليوم تجاوزوا واحد العقابة يعني خاصة في حزب التجميع دون الطرين الأحرار لأن الاختيار تعد شافق بالكيران لذي المهمة دي مكان سهل وكان الحزب يعني مهدد من النقيسة أبدا لم يسبق لنا أن ناقشنا هذا الموضوع وأنا كنأكد لك بحكم أنني عضو المجلس الوطني وبأنني عضو المجلس الجيهاوي المكتب الجيهاوي وبأنني أشارك ورئيس الفريق وأنا يومياً أعيش وأعيش تجمع الوطن الأحرار لم يكن هناك أي مشكل كانت مسألة تنظيمية عادية وفي الآخر تم اختيار شافق بالكيران بكل أريحي والواضح أنه اليوم بدون إكراه الجميع التفى حول هذا الترشيح اشتركوا في القناة